دشن مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لاحق فضل القطيبي الدورة التدريبية للمزارعين في مجال تقنيات الري ومكافحة الآفات الزراعية ضمن مشروع إسل المرحلة الرابعة الذي تنفذه منظمة أدرا والذي يستهدف المزارعين في قرى مركز الربوه لعدد 36 مزارع بالمضخات وملحقاتها وخلال تجسين الدورة شهد القطيبي بالمشاريع التي قدمتها المنظمة للمديرية في العديد من الجوانب وحث المزارعين المشاركين على التركيز على الدورة واكتساب الخبرات والتقنيات والاستفادة من مخرجاتها في إدارة المشروع الذي يمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم لا افتن إلا أن السلطة المحلية في المديرية مستمرة في دعم وتشجيع المزارعين في المناطق الزراعية سواء من خلال تدخلات المنظمات الدولية الدعمة أو ما هو متاح من الدعم الحكومي